يتجه العراق لينافس الدول المتصدرة ولكن في الوباء حيث تخطت وفية كورونا فيه حاجز سبعة آلاف فيما بلغت الإصابات مائتين وأربعة وثلاثين ألفاً بمعدل إصابات يومية يصل إلى أربعة آلاف وفي طريقها إلى الارتفاع أرضية خصبة لانتشار فيروس كورونا بفعل عدة عوامل على رأسها تدهر القطاع الصحي واستشراء حالة الفساد في هذا القطاع المهم والعامل الآخر هو التراخي الحكومي في فرض القواعد الصحية للوقاية من كورونا وغياب برامج التوعية لخطورة هذا الوباء حتى بات كثير من الناس يتعاملون معه باستهتار وإهمال أوضح صور الاستهتار تجلت في مناسبة عشوراء حيث تهافت الآلاف إلى مناطق الزيارة في كربلاء دون اتباع أدنى طرق الوقاية تسخيف قضية الوباء بأسلوب يعارض القواعد الطبية جدير برفع أعداد الإصابات إلى أكثر من مليون بل لعل الأعداد الحقيقية وصلت إلى هذا الرقم كما صرح مصدر طبي في وزارة الصحة عازياً هذا الترجيح إلى قلة الفحوصات اليومية مقارنة بسرعة تفشي الوباء فكم ياتورا سيعاني العراق من تداعيات كورونا والقابضون على مفاصل السلطة فيه يمهدون الطريق لكل الأوبئة والأمراض بإهمالهم وفسادهم وتغليب مصالحهم الشخصية على حياة المواطنين وكرامتهم